بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام معاشر في الأنبياء ومرسلين مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في درس جديد في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بذن الله ونتقل أيضا لخبرة تعليمية جديدة في مادة مادة التربية البدنية في صد دراسي الثاني لكن قبلنا نأخذ مراجعة بسيطة على درسنا في حصة الماضية وبعدها بذن الله ننتقل لدرسنا الجديد مراجعة بسيطة على درسنا اليوم الآن نأخذ مراجعة بسيطة على درسنا في حصة الماضية نكلم نحصة الماضية عن الوقوف على الكعبين والمشطين وكيف نقدر نأديها بالطريقة الصحيحة رقم واحد يكون ثقل الجسم بين القدمين وموزع عليها بالتساوي رقم واحد يكون وقوف ثقل الجسم موزع على القدمين بالتساوي الرأس مرفوعة والنظر الأمام والذقن للداخل ثالثا الكتفان منخفضان مع تقارب اللوحين والذراعين بجانب الجسم دون تصلب مع مواجهة الكفين للداخل نلحظ الآن وقوف والذراعين تكون بجانب الجسم وراحتلية تشير إلى داخل الجسم رابعاً الجزاء الامتدادة وعمودة على الحوض مثل ما ذكرنا الضهر يكون مستقيم مع الرأس على منطقة منطقة الحوض خامساً الفقذان والقدمان والمتلاصقان بدون تصلب أخيراً ارتكاز على المشطين ورفع العقبين عن الأرض لحظة الآن يتم رفع العقبين عن الأرض وهذا تسمى منطقة العقب بعدها يتم ارتكاز على منطقة المشط والثبات لعدد من الثواني والنقطة السادسة والأخيرة والآن ننتقى تمرنا اليوم تمرين بسيطة وسهرة بإذن الله نبي من الجميع يكون جاهز ومستعد واقف ولابس زيار رياضي مناسب أيضاً نختار المكان المناسب من الأول نمشي بالمكان بسرعة حفيفة بعدها ننتقل سرعة متوسطة الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ومتازين سبعة ثمانية تسعة تسعة عشر استمر جل الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشر استمر جل الثانية متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثاني وقوف يكون بشكل جانبي رفع الذراعين إلى الأعلى بدنا نرفع القدم بشكل مستقيم ولمس الركبة والرجوع إلى وضع البداية ثم القدم الأخرى رفعها أيضا بشكل مستقيم ولمس الركبة والرجوع إلى وضع البداية الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قف تمثال ثقوف ثرعين في الوسط بعد أن يتم تحريك القدم من مفصل الفقذ بشكل دائري رجوع إلى المكان ثم بقدمة الأخرى تحريك أيضا بشكل دائري والرجوع إلى المكان الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتد واحد اثنين ثلاثة أربعة 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 خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد ثنين ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية ثمانية تسعة آخير عشرة قف رجوع مع بعض في المكان هناك دائما أخذ الشهيق عن طريق الفم وخصوص في عمية الشهيق إدخال هواي داخل الجسم وبعد يتم عمية الزفير وخراج عن طريق الفم إلى الخارج مع بعض جاهزين مرة ثانية أخير تازين أبطال نتقل الآن يدرسنا اليوم اليوم منذ الآن سأتكلم عن ركل الصحيح للكرة المتحركة بالقدم في البداية نمثل مهارة ركل الكرة شكلا من أشكال تمريرات أو تصويبات الكرة شكل جدا بسيط يعني ركل الكرة ممكن تكون على شكل تمرير أو ممكن تكون عن تصويب إلى هدف معين وفيها نستخدم القدم لتحريك الكرة وتوجيها نحو هدف معين لنحطنا صورة الطفل أمامكم في القدم يتم تحريك وضرب الكرة إلى الهدف المطلوب وإيضا الركل مهارة تستخدم فيها إحدى القدمين أما اليمين أو اليسار طلب لهذه المهارة وجود علاقة بين الرجل والكرة ويتم ويتم فيها إعطاها قوة مناسبة لتحريك الكرة للمسافة المطلوبة لحظة الآن يتم ركل الكرة وبعدها توجيه الهدف المطلوب ويكون بالقوة المناسبة المطلوبة كانت مسافة قريبة إعطاها قوة ضعيفة أما إذا كانت المسافة بعيدة يتم ضربها بقوة أكبر الآن أتعرف على خطوات أداء ركل الكرة الثابتة بالقدم أول شيء لازم نعرف كيف نقدر حيننا ثبتين في مكاننا كيف نقدر نؤدي ركل الكرة من الثبات وبعدها رح نؤديها بإذن الله من وضع الحركة واحد الوقوف على بعد مناسب من الكرة لاحظ الآن هذه الكرة نقف خلف الكرة بمسافة مناسبة ثنين تكون قدم الارتكاز قريبة من الكرة مقصود بقدم الارتكاز هذا القدم ارتكز على الجسم تكون قريب من الكرة والخطوة الثانية ثالثا يتم أرجحة القدم الراكلة هذا نتمكن قدم الارتكاز هذا القدم يسمى القدم الراكلة اللي رح تركل الكرة إلى الخلف مع ثاني بسيط لمفصل ركب القدم الارتكاز حظنا الآن في ثاني بسيط قدم الارتكاز وأيضا ارجاع القدم الراكلة إلى الخلف نخطر بعدها ركلها بوسط الكرة دائما نحرص دائما الراكلها طريق وسط الكرة خيرا متابعة حركة مرجحة الرجل الراكلة لألامها محن رجعها للخلف ثم ركلها منتصف الكرة ثم متابعة الحركة إلى الأمام طيب الآن نبي نديها بشكل جدا بسيط نبي الجميع الآن يكون جاهز نكون مع كرة بسيطة نحاول نأدي المهارة مع بعض نحاول نأتي بكرة مناسبة نحاول نأدي المهارة بشكل الصحيح والمناسب هذه الكرة الآن أمامنا نقف بمسافة مناسبة ما تكون مسافة بعيدة أو حتى بمسافة جدا قريبة تكون مسافة تكون قريبة من الكرة وبعدها تكون القدم ثابتة على الأرض أو الارتكاز وبعدها يرجع القدم الأخرى إلى الخلف وسبب ليش عشان أقدر أعطي قوة مناسبة لضرب الكرة أو ركل الكرة إلى الأمام وتوجيهها إلى المكان المناسب كرة ارتكاز ثانية بشكل جدا بسيط عشان ارتكازها يكون قوتها على يشعر القدم وبعدها ارجع القدم إلى الخلف ثم إلى الأمام وضربها بمنتصف الكرة وتوجيهها إلى الأمام في المكان المناسب نبدأ أديها الآن بشكل جدا سريع مع بعض مع بعض نرجع مرة ثانية جمع جاهز مع بعض الكرة تكون القدم ارتكاز قليب من الكرة ارجع القدم إلى الخلف ثم إلى الأمام وركلها إلى المكان المطلوب ناخذ الآن مراجعة بسيطة على درسنا اليوم ثم وقطة عند ركل الكرة تكون الكرة بعيدة عن قدم الارتكاز هل هذا السؤال صحيح أم خاطئ تذكرنا تكون ممتازين أبطال والصحيح تكون قريب أو مكان مناسب من الكرة كذا تهينا وتعرفنا مع بعض على ركل الكرة بطريقة صحيحة لذلك الحصة القادمة نتعرف مع بعض كيف نقدر من ركل الكرة لكن نكون بشكل متحرك أعطيكم العافية جميعا على عسل ونصاتكم وستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته